ولن يجد عبد شيئاً أعظم في شهر رمضان من صحبة القرآن لن تجد شيئاً أعظم سعادة وجنة في الدنيا قبل الآخرة من القرآن وأكمل وأتم ما يكون ذلك في شهر رمضان وهذا هو الذي جعله الله لنبيه عليه الصلاة والسلام فكان يدارسه جبريل القرآن في شهر رمضان فاعقد العزم من الآن على أنك تصحب القرآن صحبة لا تشعر معها بسآمة ولا ملل كلام ربك كتاب ربك تسمع الله يقول تسمع الله يأمر تسمع الله ينهى سينسيك القرآن غيره ويغنيك الله بالقرآن عن كل شيء فمن استغنى بالقرآن أغناه الله ومن استهدى بالقرآن هداه الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وتدخل شهر رمضان وأنت لا تفارق القرآن إن كنت حافظا تقرأه في أوقاتك كلها وإن كنت غير حافظ فخذه معك واصحبه معك واجعله جليسك الذي لا تفارقه ولا يفارقك تأنس به من الوحشة وتخرج به من ذيق الدنيا إلى السعة وتدخل وخرج به من عذاب الدنيا وهمومها وغمومها إلى رحمة الله جل جلاله خالقها وموجدها تأنس بكتاب الله ومن الآن ومن الليلة تعقد العزم على أنك تجد وتجتهد في تلاوة القرآن وسماعه في شهر ضمماته فإذا فعلت ذلك فلن ترى ولن يجد الشيطان سبيلا لكي يهد من عزيمتك أو يكل من حدة ما يكون منك من النشاط والهمة في الخير في طاعة ربك نسى الله بعزك وجلاله أن لا يكلنا لحولنا وقوتنا